أنا عندي شهادة لما جاءهم لصمم وقع لصمم ما كانش على بينا وصلوا الجماعة وكنا في مناش بعد هنا التابلات كان عبان دار لي مجموعة انتع الطلابة منهم عمارة راشيد قبل ما يروح شايف واحد هكذا في وسط بجموعة اخزر فيه عرفوا قالوا ركا هنا قالوا هوني هنا سألوا جبدوا بوعزيز ربح التوفى الله يرحمو ما لكي جبدوا بجهاد ده ماش فيناش من هذك النهار ماش فيناش حتى بعد الاستقلال تلاقيت بوعزيز ربح هذا ولا عضوه في مجلس الصورة هو كان في فدراليات الفرنسا قلت له وين كنت احنا شفناك تلاقينا في آخر ماي في البلاس فلاني وقال لي ندني عبان وبعتني لفرنسا قلت له كيفاش قال لي ما حبيتش الروح جبدني هو بجها عبان قالوا لازم تروح لفرنسا وكذا ولكن لو مايسيش الدم قالوا والله مايسيش الدم في الشنزيليزي غير الاستقلال هو صعيب علينا باش الله عمي الاخضر مدنش انه ياصف سعدي تخطى على بعض الحدود هاني جايك ملاء قالوا تهبط للتزاير تشوف ان الجماعة ثم هذا ابو عزيز مايزال مايعرفش كان واحد من الجمعة قالوا في التزاير شوية قالوا راح يشوف هذي أنا كنت بعيد شوية ولكن اللي كان معهم اسمحا قالوا فلان تروح لفلان قالوا هذك ميت وما نمنوش يقصد قالوا ميت يقصد ياصف سعدي قالوا ميت وماس صدقت من بعد مدن من بعد احنا في الحقيقة تسألتين جاوب نعم مسؤولية ترجعليك نعم احنا في نوفمبر كما قلت لك ما لازم يستذكروا حواش كما هذي لكن لما هو نذكرها نذكرها لما ولوا من الله صمام كان الستركتور كان تقسيم جديد بعث الوسي محمد بوغارا نعم كان مع السادق دايلس كولونيل بس يطلع مننا متزاير للجبال يتلاقوا في جهة والجهات بس يتفهموا الهيكال جديدة هكالة التطورة لانه كان زونوطنوم زونوطنوم كي كان السيسيو هنا كي كان تلقي يده هنا مبعد لصمام يبليت زونوطنوم بقشزة هذه زونوطنوم لازم تكون مهيكلا في جهة رفض بس يطلع وبعث له مع واحد يقول له فخار نعم احمد فخار اللي كان عضو بارز في الحركة وفي التطورة لما بعث له احمد فخار هذا من جوية المدية ما ولاش تحكم من ستة وخمسين حتى اللسان ستين باش ظهر وين ظهر وين ظهر ظهر في نواحي دية في دار دارينو ريزيدنس رفيي ويلاقبوه كاش يعني اتصالات و هو حتى لسان ستين باش صاب فرصة باش بعث النق نراني بلصف لاني وراني معسوس بل لكم تقربوني ولا حاجة بعد عاش الاستقلال كيف وشو قال لك احكاها الحكاية نعم يعني يقول لنا مبيوع واحد بيعو يعني واحد بيعو وشكل اللي يبيعو من الخضر هو يشير فهمت كنا حكوه لقضية لابلويت هذي اللي سيلت حبرا كثيرا منين خرجت خرجت من العاصمة وشكون الاساس تاح اللي يكونها بنغريتش هذا اللي كان اجوان تاع يوسف سعدي والثاني بنغريتش او مات في اسبانيا بعد رحمة الوايس نعم يوسف سعدي لما قال انا كنت في الحبس وكنت نسير في لازونة طنم السؤال يطرح الشباب والله اللي عامة ما معربش وشه زونة طنم زونة طنم بعد لصمم يابليز زونة طنم زونة طنم هذه تكون في لاكات ولا تروا ولا داخلها في تيريطوار معين في ولاية يعني ايه كيف هي صح من الحبس كان متصل بالصابري هذا وبنغريتش لزيج وانتعو لزيج وانتعو اللي كانوا متصل بهم هم اللي كونوا نواة لولان تعال بلويت باش بعثوهم لكابلي ومن بعد عاشوا الاستقلال وراحوا مع الوايس شكون يعرف كيف انت في الحبس دي لجي في زونة طنم ياخي شفت مرأة مجاهدة مسكينة يحكموها في الجبل قال ما نعرف هو تربى معها تربى وفي حومة واحدة اذا هذا الانسان راح بعيد سكتنا سكتنا ولكن لازم يوصل واحد الوقت لكل الانسان يتحمل مسؤولية تعبو تهمنا سكتنا سكتنا لحواج كبيرة سكتنا المرأة تربى معها وفي دار واحدة وكذا طلعت الجبل وراكست واش داروا فيها يقول لها ما نعرف ك شو عمر ما كنت مناظلة دموش وش عيب يعني زهرة ضريفة جريمة يعني تقصدون زهرة ضريفة لا لا ماش الظهرة غريز هذه الويزة غريز هذه حكمها في الجبل حكمها لانا جيت ساحل قال لا ما نعرف ك تكون تحت الأرض وين تعرف ها اذا كنت أمرك ما خرست من تحت الأرض حتى الدواء وين تعرف الويزة وين تعرف المنظرين عبد الرحمن بن حميد الله يرحم تركيين بعض الناس يقول لك يذكر الموت كين يصحب بريم بنغريت هذا ولا من شعر ولا الصابرين نتلاق ها في البلاس فلاني هاي يجي كدوس انتروها كحلا بإشارة معينة فجيت تليم لي باش تروح المكان فلاني راح القالة دياستي سنو فيه لما تقول بم هايدي والله عب الرمضان ما ضربش حتى كرتوش هاي لازم تقول شكو انت ترجمة نانسي